اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نلاحظ المصادر والافعال التي اخذت منها نشاهد هنا المصدر وايضا نشاهد الفعل الذي اخذ من نفس المصدر نشاهد المصدر رجوع كلمات رجوع رجوع اذا المصدر هنا هو رجوع ونشاهد الفعل الذي اخذ من هذا المصدر الفعل هذا رجع رجع من اين اخذنا رجع له مصدر اخذ منه وهو كلمة رجوع اذا رجوع وفعلها رجع اذا رجع رجوع رجع من الاصل وهو المصدر نسميه نقول رجوع اذا المصدر رجوع نشاهد المصدر الاخر مع فعله فرح المصدر فرح فرح اذا المصدر فرح والفعل الذي اخذ من هذا المصدر نقول فرح ففرح هذا فعل ماضي نقول فرحة في الزمن الماضي وما هو مصدر فرحة ما هو المصدر الذي اخذنا هذا الفعل منه نقول من الفرح فرحة اخذناه من الفرح مثل رجع أخذ من الرجوع وفرح أخذ من الفراح ونشاهد المصدر الثالث استفاده هو استفاده ونشاهد الفعل الذي أخذ منه استفاد فنقول استفاد في الزمن الماضي مثلا استفاد أخذناه من المصدر الذي هو الاستفادة إذن نقول استفاد استفاد استفاده نشاهد المصدر انتظام والفعل الذي أخذ منه انتظام انتظام هذا فعل ماضي انتظام وأما المصدر الذي أخذ منه فعل انتظام أخذناه من ماذا من انتظام انتظام هذا المصدر وهو اسم وأخذنا منه انتظام وهو فعل في الزمان الماضي نشاهد المصدر تبرع تبرع إذن تبرع هذا هو المصدر تبرع هذا هو المصدر نقول تبرع والفعل الذي أخذناه من كلمة تبرع هو تبرع كان نقول تبرع فلان وكذا وكذا تبرع هذا فعل وإذا أردنا إعادة هذا الفعل للمصدر من أين أخذنا كلمة تبرع الذي هو فعل تبرع أخذناه من من تبرع من التبرع هذا هو المصدر يعود إلى المصدر نشاهد طلوع طلع الفعل طلع أخذناه من طلوع طلع طلوع طلع 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 هو الفعل طلع هو الفعل الفعل وطلوع هو الإسم طلوع هو الإسم الذي هو المصدر مصدر يكون إسم ولا يكون فعل أما مثل طلع هذه هذا فعل طلع في الزمن الماضي ومن أين أخذنا كلمة طلع الفعل هذا طلع من أين أخذ له مصدر وهو مصدره طلوع طلوع هذا المصدر الذي نأخذ منه الأفعال إذن ماذا نقول عن المصادر بعد أن شهدنا هذه المصادر وأفعالها ماذا نقول عن المصادر ما هو تعريفها نشاهد تعريف المصدر المصدر هو اسم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمن المصدر هو اسم من لفظ الفعل تشاهدون قبل قليل أنه قريب من لفظ الفعل قريب مثل رجع رجوع رجع رجوع وغيرها فنقول اسم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمن اسم من لفظ الفعل ولكنه يدل على حدث مجرد من الزمن ما له زمن فقلنا أنه رجوع هذا مصدر اسم ولكن رجع هذا فعل له زمن متى رجع في الزمن الماضي ولكن رجوع هل له زمن هل نقول أنه في الزمن الماضي أو في الزمن الحالي لا ليس له زمن فنقول اسم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمن أي ليس له زمن نشاهد التمرين أضعوا كل مصدر مما سبق في المكان الخالي المناسب أضعوا كل مصدر مما سبق في المكان الخالي المناسب لدينا إذن هنا ست مصادر استهلاك نشاهدها هنا استهلاك والإعوجاج والتلف والمعاملة وحف واستخدام إذن لدينا استهلاك الإعوجاج التلف المعاملة وكلمة حف واستخدام كلها مصادر كلها أسماء مصادر نضعها في هذه الجمل كلها مصادر نريد أن نضعها في هذه الفراغات الموجودة في الجمل التعليب نشاهد رقم واحد التعليب من وسائل فراغ الأغذية وحمايتها من فراغ التعليب من وسائل ماذا؟ حتى نكمل الفراغ التعليب من وسائل هل هو استهلاك أو العوجاج أو التلف أو المعاملة أو حف أو استخدام التعليب من وسائل فراغ الأغذية ما هي الكلمة المناسبة هنا؟ التعليب من وسائل نعم حفظ الأغذية نعم التعليب من وسائل حفظ الأغذية التعليب من وسائل حفظ الأغذية وحمايتها من ماذا؟ التعليب من وسائل حفظ الأغذية وحمايتها ما هي الكلمة المناسبة من الخيارات في الأعلى؟ أحسنتم التلف نقول التعليب من وسائل حفظ الأغذية وحمايتها من التلف إذن التعليم من وسائل حفظ الأغذية وحمايتها من التلف نشاهد الجملة الأخرى فراغ الحرارية للمعلبات تقضي على فسادها فراغ الحرارية للمعلبات ما هي الكلمة المناسبة هنا؟ فراغ الحرارية هل استهلاك الحرارية؟ هل هي ممكنة هنا؟ الإعوجاجة الحرارية لا يمكن التلف المعاملة الحرارية؟ نعم نقول المعاملة أحسنتم المعاملة الحرارية إذن المعاملة الحرارية للمعلبات تقضي على فسادها المعاملة الحرارية للمعلبات تقضي على فسادها نشاهد الجملة الأخرى من علامات تلف المعلبات ظهور ماذا؟ ما رأيكم؟ من علامات تلف المعلبات ظهور ماذا؟ نشاهد الخيرات في الأعلى لدينا استهلاك ولدينا الاعوجاج ولدينا استخدام هذه لم نستخدمها إلى الآن لدينا ثلاث خيارات استهلاك الاعوجاج واستخدام من علامات تلف المعلبات ظهور استهلاك أو ظهور الاعوجاج أو ظهور استخدام ما هي المناسبة؟ حسنتم العوجاج إذن نقول من علامات تلف المعلبات ظهور الاعوجاج من علامات تلف المعلبات ظهور الوعوجاج أحسنتم نشاهد العبارة الأخرى عند فراغ الأغذية المعلبة ينبغي فراغ آلة فتح نظيفة إذن لدينا عند فراغ ماذا نقول عند ماذا عند استخدام أو استهلاكي هم أنسب عند فراغ الأغذية المعلبة ينبغي فراغ آلة فتح نظيفة نعم نقول عند استهلاك الأغذية المعلبة هنا أنسب عند استهلاك الأغذية المعلبة ينبغي أحسنتم استهلاك آلة فتح نظيفة ينبغي استخدام آلة فتح نظيفة عند استهلاك الأغذية المعلبة ينبغي استخدام آلة فتح نظيفة احسنت اذا نشاهد هنا التمرين املأ كل فراغ مما يأتي بمصدر مناسب لأكمل ارشادات الزائرين للمستشفى املأ كل فراغ مما يأتي بمصدر مناسب لأكمل ارشادات الزائرين للمستشفى نشاهد ترحب ادارة المستشفى بالزائرين الكرام وترجو منهم مراعاة ما يأتي حرصا على راحة المرضى إذن نشاهد هذه العبارات نكملها حتى نجعل منها عبارات يحرص عليها الزائرون لتكون حرصا على راحة المرضى نكمل العبارات بمصادر نكمل العبارات بمصادر ماذا نقول فراغ بالمواعيد المحددة للزيارة ماذا نقول هنا في الفراغ فراغ بالمواعيد المحددة للزيارة نقول الالتزام الالتزام هنا مصدر الالتزام هنا مصدر الالتزام بالمواعيد المحددة للزيارة هذا الرقم واحد نقول الالتزام بالمواعيد المحددة للزيارة رقم اثنين نكمل كيف نكمل التحذير رقم 2 أو التنبيه رقم 2 فراغ على الهدوء في أثناء الزيارة ماذا نقول؟ على الهدوء في أثناء الزيارة أحسنتم نقول الحفاظ الحفاظ على الهدوء في أثناء الزيارة وايضا الحفاظ هنا نعم مصدر هنا الحفاظ هي مصدر كما أن الالتزام أيضا هنا مصدر الحفاظ على الهدوء في أثناء الزيارة إذن الآن أكملنا عبارتين من العبارات التحذيرية والتنبيهية للزائرين يمنع فراغ الأطفال إلى غرف المرضى يمنع ماذا؟ ما الذي يمنع يخص الأطفال؟ يمنع فراغ الأطفال إلى غرف المرضى نعم إحسنتم يمنع دخول الأطفال إذن دخول هنا مصدر يمنع دخول الأطفال إلى غرف المرضى نشاهد العبارة رقم أربعة والأخيرة فراغ الطبيب المختص عند حدوث طارئ للمريض ما هو التنبيه رقم أربعة؟ فراغ الطبيب المختص عند حدوث طارئ للمريض ماذا نقول؟ ما هي العبارة المناسبة والكلمة المناسبة لا بد أن تكون مصدر بالتأكيد نعم أحسنتم نقول استدعاء الطبيب استدعاء الطبيب المختص عند حدوث طارئ للمريض إذن لدينا أربع تنبيهات هنا من إدارة المستشفى أكملناها سويا الالتزام بالمواعيد المحددة للزيارة الحفاظ كل هذه اللون الأحمر أكملناها كلها مصادر مصادر ليس لها زمن اسم مجرد من الزمن فنقول الالتزام بالمواعيد المحددة للزيارة والحفاظ على الهدوء في أثناء الزيارة ويمنع دخول الأطفال إلى غرف المرضى واستدعاء الطبيب المختص عند حدوث طارئ للمريض أحسنتم نشاهد التقويم الختامي هنا أذكر مصادر الأفعال التالية وأضعها في جمل مفيدة من إنشائي أذكر مصادر الأفعال التالية وأضعها في جمل مفيدة من إنشائي لدينا هنا أربع أفعال أربع أفعال استقبل واستمر وطار وسابق كل هذه أفعال استقبل فعل فعل ماضي استمر وهيضا هو فعل وطار فعل وسابق كل هذه أفعال نريد أن نرجعها إلى مصدرها ما هو مصدر استقبل مصدر استقبل أحسنتم استقبال 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 اسم مجرد من الزمن ليس له زمن ليس كمثل استقبال استقبال هو في الماضي في الزمن الماضي استقبال في الماضي أما استقبال هو مصدر ليس له زمن فقل استقبال نريد أن نضع استقبال في جملة مفيدة ما رأيكم ماذا نقول في الجملة المفيدة نعم كان أحسنتم حضر محمد استقبال والده حضر محمد استقبال والده الآن جعلنا المصدر في جملة مفيدة حضر محمد استقبال والده استمر ما رأيكم ما هو مصدر استمر استمرى المصدر استمرار استمرى استمرار استمرار هو مصدر ليس له زمن نشاهد الجملة المفيدة ما هي الجملة المفيدة التي يمكن أن نضع استمرار فيها نضع استمرار في جملة مفيدة نعم احسنتم الطالب المجد يذاكر باستمرار طارة الفعل طارة ماذا أقول عن المصدر لطارة؟ طارة ماذا؟ كيف أعيدها لمصدرها؟ قلنا استقبل استقبال استمر استمرار طارة طيران احسنتم طارة طيران نضعه في جملة مفيدة ماذا نقول؟ كأن نقول أحسنتم النعامة لا تستطيع الطيران النعامة لا تستطيع الطيران طيران هو المصدر من طارة فنقول النعامة لا تستطيع الطيران سابق ما هو مصدرها؟ نتدرب نقول استقبل استقبال استمر استمرار طارة طيران سابق أحسنتم سباق سابق سباق سباق هو المصدر من سابقه نضعه في جملة مفيدة ماذا نقول؟ كلمة سباق نعم أحسنتم شارك البطل في السباق أحسنتم شارك البطل في السباق أصبح لدينا جملة مفيدة شارك البطل في السباق إذن نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم المصدر هو ماذا؟ هو اسم لا بد أن نعرف أن المصدر اسم وليس فعل هو اسم وماذا؟ من لفظ الفعل تشاهدون أنه من لفظ الفعل قريب من الفعل هو اسم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمن هذا مهم جدا يدل على حدث مجرد من الزمن نفرق بينه وبين الفعل الفعل له زمن قد يكون في الزمن الماضي وقد يكون في الزمن الحاضر فأما الاسم لا يكون ليس له زمن لا يكون له زمن فنقول هو اسم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد من الزمن وإلى هنا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر